وصفة سهلة وبسيطة وهي كيكة الشوكولاتة اللي من غير بيد ولا حليب وسهلة جداً وبسيطة وكمان هشة وعالية وأحسن من اللي كمان بتتعمل ببيض هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة نشوف المقادير وباره عن ايه دول 3 كبايات من الدقيق أنا نخلهم كويس جداً وباكوا بيكينج بودر كامل كباية ونصف سكر أو كبايتين حسب ما تحبوه كبايتين ونصف مية دافية علشان اللي دوب فيها السكر معلقة كبيرة خل ونصف كباية من الزيت و3 معالق كبار من الكاكاو الخام اللي من غير سكر الكاكاو ما نخل كويس ودي كمان نخلينه كويس وهنخله تاني دلوقت معاكوا برضو علشان ندخل هوا في الكيكة لان ما فيهاش بيض هدوب كده السكر في كبايتين ونصف المية الدافية وهنزل كمان بنصف كباية الزيت حابين تعملوا الكاكا دي في الخلاط برضو مفيش مشكلة بس احنا هنعملها من غير خلاط ومن غير مضرب ولا اي حاجة هنعملها على كده بمضرب السلك اليدوي طريقتها سهلة خالص وبسيطة نزلت كمان كده بالكاكاو ومعلقة الخل معلقة الخل مع باكو الباكينج بودر هيخلي الكيكة يساعد انها ترفع في الفرن وتبقى هشة كده علشان بديل للبيض ونحاول ندخل فيها هوا على قد ما نقدر ونزلت كده باكو الباكينج بودر كمان وللوقتي هنزل بالدقيق كده وهنخل برضو تاني هنخلهم قبل كده بس برضو هنخلهم مرة تانية هل بكل المكونات دي مع بعضها كويس قوي لحد ما يبقى قوام ناعم مفهوش اي تكابتولات كده اهو زي ما انتو شايفينه بالشكل ده هجيب صنية دلوقتي ده هنتهى كويس بالزيت وبعد كده رشيت رشة كده على الاطراف بالكاكاو او ممكن ترشوا رشة دقيق وحطيت ورقة زبدة في الارضية وهسيب لكو برضو طريقة عمل ورقة زبدة في البيت في صندوق الوصف انا عملته قبل كده سيب لكو مقادير الكايكة في الوصف ومقادير الصوس اللي هنحطه على الوش برضو ولينك بتاع ورقة زبدة في صندوق الوصف تحت بس كده هروح ادخلها الفرن الفرن طبعا مسخننها قبل ما نبدأ خالص في الكيكة لازم وبعد كده هدخل الصينية دي الفرن هتاخد في الفرن حوالي ساعة الا ربع على النار تكون متوسطة مش عالية علشان متتحرقش وتفضلنية مقادير الصوس اللي احنا هنحطه على الوش نص كوباية من زيت ومية وسكر ومع لقتين من الكاكاو الخام لازم كاكاو يكون خام زي اللي استخدمنا في الكيكة وكيس فانيليا او كيسين بس علشان يدي ريحة حلوة هضربهم كويس او في الخلاط هيبقوا بالصوس بالشكل اللي انتو شايفينه ده هدخلهم التلاجة لحد ما الكيكة تستوي وانسيبها تبرد شوية وبعد كده هنحط الصوس ده على الوش ده شكل الكيكة بعد ما خرجت من الفرن هي عالية قوي زي ما انتو شايفين ورقة الزبدة كمان مش هتخليها تلزق في الصينية تحت اهي ده شكلها اهو مرتفع جدا زي الكيكة اللي فيها بيض ويمكن احسن كمان اخدت في الفرن زي ما قلتلكم ساعة الا ربع هسيبها تبرد خالص انا قلبتها على طبق وهسيبها تبرد خالص وبعد كده هحط عليها الصوس الشوكولاتة ممكن لو مش حابين تعملوا صوس الشوكولاتة ده ممكن آآ شوكولاتة خام آآ نبشرها وانتنوين سياحها على حمام مياه وبعد كده نضيف لها آآ تقلت معالق زيت ونزين الوش بيها حابين تضيفوا اي حاجة على الوش ممكن تضيفوا آآ كريز او كريمة تزينوا باي حاجة انتو عايزينها انا هنا هزينها بالفواكه المجففة دي اللي انا عملتها برضو معاكو قبل كده وهسيب لكو برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف او ممكن ما تزينوهاش اصلا وتسيبوها هي برضو كده هتبقى حلوة هنقطع حتة من الكيكة ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي ده شكلها اهو من جوه هشة زي ما انتو شايفينها اهو بس كده ودي تكون طريقة الكيكة بدون بيض كيكة الشوكولاتة بدون بيض ولا حليب كيكة نباتية مية في المية مفهاش اي مكونات تانية غير اللي انا قلتها لكو دي وبسيطة جدا وسهلة وجربوها ان شاء الله تعجبكو اشتركوا في القناة